لم تكن تلك التوقعات بانحسار نفوذ إيران حبراً على ورق فقط بل تحولت إلى كومة من الخيبات والعجز كفكر جمعي شامل مقابل سيطرة إيرانية متصاعدة فتلك الخطة التي رسمتها طهران في ثمانينيات القرن الماضي باتت تؤتي أكلها فالحدائق الخلفية لإيران كبرت ونجحت كذلك بزرع أذرع في كل مكان تضرب بها اليوم حتى من هم خارج ما قيل أنه خندق مذابي تتحرك فيه ليحال المشهد الراهن بالعراق وسوريا إلى سطوة إيرانية غير مسبوقة كتائب بابليون التابعة لميليشيا الحشدة شكلت موذجاً حاول قادة الميليشيا تصويره على أنه عابر للمذاهب والأديان فوجود فصيل مسيحي سيزيح إلى حد ما بحسب اعتقادهم الصبغة الطائفية التي عرفت بها الميليشيا ولكتائب بابليون أفراد الصحيفة أمريكان انترست تقريراً مطولاً تناولت فيه دور إيران باختراق المناطق المسيحية في العراق باستخدام ذراعها هناك وهو رايان الكلداني زعيم ميليشيا بابليون الصحيفة ذكرت في تقريرها أن إيران باتت تقدم قدراً كبيراً من السلطة والنفوذ لشخصيات بعينها مقابل الولاء المطلق ولم يكن الكلداني إلا مثالاً بسيطاً لهذه المعادلة الربحية مشيرة إلى أن المسيحيين في العراق يوقنون تماماً أن هذه المحاولات هي خادعة لإطفاء الشرعية على سطوة تلك الميليشيات في مناطقهم ويتجل ذلك عندما خرج رايان قبيل معركة موصل قائلاً بلسان ميليشياوي ونبرة طائفية بأنه وأتباعه سوف ينتقمون من أحفاد يزيد في هذه المعركة في تماشي علني مع تصريحات مشابهة أطلقها زملاء له يسلحون ويدعمون ويؤدلجون إيرانياً وهذا ما استدعى البطريارك الكلداني إلى التبرؤ من الرجل مؤكد أنه لا يمثل المسيحيين بأي شكل من الأشكال وبأي شكل من الأشكال كذلك بات نفوذ إيران في المنطقة يكبر بدل أن يصغر ويتفرع بدل أن يضمر مما يدفع الشرق الأوسط نحو استقطاب مذهبي كبير تجره سياسات طهران إلى ما لا تحمد عقبا ترجمة نانسي قنقر